اشتركوا في القناة وعمار عبدو علي محمد وذلك بعد ان صار الحكم باتا واجب التنفيذ بصدور حكم محكمة التمييز برفض الطعن المقدم منهم وباقرار الحكم الصادر باعدامهم وذلك بعد ان اتخذت الاجراءات المقررة قانونا في هذا الشأن وطلب النائب العام تنفيذ الحكم بناء على ذلك واضح الحمادي ان تنفيذ الحكم قد تم رميا بالرصاص وبحضور قاضي تنفيذ العقاب وممثلي النيابة العامة ومأمور السجن وطبيب وواعظ حسب ما يقضي القانون ترجع وقائع القضية الى قيام المحكوم عليهم بوضع عبوات متفجرة بالطريق العام قابلة للتفجير عن بعد وتمكنهم من استدراج قوات الشرطة الى مكان الواقعة بافتعال اعمال شغب استدعت تدخل القوات التي ما انبلغت مكان العبوات المتفجرة حتى قام المتهمون بتفجير احداها ما ترتب عليه وفاة المجني عليهم من القوات واصابة ثلاثة عشر اخرين هذا وقد اسفرت التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة انذاك عن قيام المتهمين الاول والثاني بتشكيل جماعة ارهابية ضمن تنظيم سرايا الاشتر الارهابي ونجحا في تجنيد المتهمين الاخرين وغيرهم ممن توافرت لديهم الخبرة في صناعة واستعمال المتفجرات واعمال الشغب بهدف تكوين عدة مجموعات للقيام باعمال ارهابية تستهدف قتل رجال الشرطة وتدمير المنشآت الهامة الامنية والحيوية للاخلال بالنظام العام ومنع السلطات من ممارسة عملها وقاموا بتصنيع العديد من العبوات المتفجرة وعقدوا عدة اجتماعات تمكنوا خلالها من وضع مخطط اجرامي تحقيقا لأهدافهم وأغراض الجماعة وفي إطار ذلك المخطط الارهابي اتفقوا على استغلال تشيع جنازة أحد المتوفين والتي يعلمون بتواجد قوات الشرطة آنذاك على مقربة من المكان لحفظ النظام ووضع عبوات متفجرة مزودة بأجهزة تفجير عن بعد في أماكن متفرقة والتي يعلمون بتجمع القوات بها والعمل على استدراج تلك القوات لأماكن وجود هذه العبوات المتفجرة بهدف إيقاع أكبر عدد من القتلى بين صفوفهم فقام المتهمون في الليلة السابقة على ارتكاب جريمتهم بزرع ثلاث عبوات متفجرة بالطريق وأوكل لأحد المتهمين بتفجير العبوة الأولى والتي أودت بحياة شهداء الثلاثة بينما كلف آخرون من أعضاء الجماعة بتفجير العبوتين الثانية والثالثة تحت إشراف المتهم الثالث على أن يتولى متهم آخر تصوير التفجير وباقي المتهمين مراقبة المكان وبتاريخ الثالث من مارس 2014 وإنفاذا لمخططهم الإجرامي قاموا بافتعال أعمال شغب لاستدراج القوات إلى المكان حيث قام المتهم الرابع باتخاذ مكانه أعلى أحد العقارات وفور وصول القوات إلى مكان إحدى العبوات المتفجرة قام بتفجيرها باستخدام هاتف نقال ما أدى إلى مقتل ثلاثة من أفراد الأمن وإصابة ثلاثة عشر آخرين في حين لم يتمكنوا من تفجير العبوتين الأخرين لتأثر الثانية بالانفجار ولعدم اقتراب أحد من القوات من مكان العبوات الثالثة هذا وقد أحالت النيابة المحكومة عليهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية وذلك بتهم القيام بتنظيم وإدارة جماعة الغرض منها تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها متخذين من الإرهاب وسيلة لتحقيق أغراضها وتجنيد عناصر لها ومتابعة أنشطتهم في تصنيع واستعمال العبوات المتفجرة واستهداف أفراد الشرطة بقصد إزهاق أرواحهم بغرض إشاعة الفوضى وإثارة الفتن وإضعاف مؤسسات الدولة لإسقاطها كما نسب لبعضهم الانضمام إلى تلك الجماعة الإرهابية وقد وقعت منهم تنفيذا لأنشطتهم وأغراضهم الإرهابية جرائم قتل وشروع في قتل المجني عليهم من أفراد الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وقد ارتكبت كل الجرائم تنفيذا لغرض إرهابي فضلا عن تمويل جماعة إرهابية للإنفاق على أنشطتها الإرهابية وتم تداول القضية أمام المحكمة الجنائية الكبرى إلى أن قضت بإعدام الثلاثة المدانين وبمعاقبة الآخرين بالسجن المؤبد وإسقاط الجنسية عن بعضهم وقد تم تأيد ذلك الحكم استئنافيا وقد تم عرض القضية على محكمة التمييز تنفيذا لحكم القانون باعتبار حكم الإعدام مطعونا فيه تلقائيا أمام تلك المحكمة فقضت محكمة التمييز بنقض الحكم وإعادة الدعوة إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها من جديد ومن ثم تم تداول الدعوة أمام المحكمة الأخيرة إلى أن قضت بذات الحكم مستندة في ذلك إلى ما قام ضد المتهمين من أدلة قولية ومادية قاطعة فعرض الأمر على محكمة التمييز للمرة الثانية حيث أصدرت حكمها المتقدمة برفض الطعن وإقرار الحكم وبناء على ذلك أصبح الحكم باتاً واجب التنفيذ